هنا في مشاجرات في بعض الخنوات بين بعض الشيوخ كان منذ سنتين قامت هذه المشاجرات في خاصة بطبيعة الأضحية يطرحنا نضحي بإيه؟ هل نلتزم بما جاء في القرآن الكريم فقط؟ أم أن لنا من باب التوسعة على الفقير ومشاركته معنا في التضحية أن احنا نخليه يضحي بما ليس مذكورا في القرآن أولا الأضحية نفسها زي ما احنا عارفين لها فضل كبير هي سنة لكن لها فضل كبير نشوف الفضل بتاعها ده جاء في الصحيح ما روى الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا فالألباني قال أن هذا الحديث صحيح إذن معنى كده أن كل شعر وكل جزء في هذه الأضحية بل وكل قطرة دماء بتحسب لصاحبها طب تعالوا نشوف بقى قرآن ربنا قال الأضحية دي تكون منين بالزبط قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذن دخلها في الشعائر والشعائر طبعا جمع شعيرة وهي المقصود بها المناسك لكم فيها منافع إلى أجن مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق مكان الذبح للحجاج ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أدي أول حقيقة للأضحية اشتركوا في القناة